أول شيء يا أخ نزار أن الكارز المسيحي أو الكارز بالإنجيل يوجه نظر الناس لشخص الرب يسوع زي ما أكدنا مرارا وتكرارا ليس لعقيدة ليس لديانة ليس لطائفة لكن لشخص الرب يسوع هو المخلص طيب علشان يعمل كده بيواجه تعرف مشكلة إخوتنا المسلمين إيه يا أخ نزار هم ضحية ضحية تعليم خاطئ أحنا تعرضنا لهذا التعليم أنا متذكر لما كنت في المدرسة ابتدائي كان اللغة العربية كلها آيات قرآنية ولازم أحفظ النصوص عبارة عن آيات قرآنية حافظ منهم لغد الوقت بس ما كانش تقتصر على الآيات القرآنية دي كان المعلمة والمعلم بيحطوا فكرهم اللي هو الغير دقيق على كلمة الله وبيقولوا أن المسيحيين يؤمنوا بيعبدوا ثلاثة آلهة وهذا في منظور الإسلام شرك طبعا أنا أتفق معه لو أحنا نعبد ثلاثة آلهة يبقى نحن نشرك بالله فيبقى أول حاجة لازم أوضحها بعدما أثبت صحة الكتاب المقدس من التحريف والنسخ والتبديل أو الحزف ده كله دي ابن تيمية يعني عطى كمية إدعاءات خاطئة ومين بيستخدم هذه إدعاءات دلوقتي؟ أحمد دي دات أحمد دي دات بيستخدم هذه كان يعني هو آه تسجيلاته يعني تسجيلات لكن النقطة أنه لازم أثبت صحة الكتاب بعد أن تتكلم أنه نحن لا نعبد ثلاثة آلهة نحن نعبد إله واحد في الجوهر مسلس الأقاني واشرح يعني إيه إزاي كلمة ابن الله هم فاهمين أنه حسب القرآن أنه ولد المسيح مش ولد الله هو ابن الله فيه فرق بين ولد الله وابن الله أبتدي أشرح هذه ولما أشرح يبتدي بقى أفتح أسئلة وفي الآخر أسأل أسئلة جدة هذه الأسئلة تقود لأخويا المسلم أنه يفكر جد لا يعني المشكلة أنه في وجدانه ترسبت معلومات خاطئة جدا على تعليم الإيمان المسيحي وعن المسيح فأنا مسؤوليتك ككارث بالإنجيل أن أصح هذا وتوضح وأتركه بأسئلة كيف تضمن حياتك الأبدية كيف تضمن أنك يكون لك حياة أبدية مش أنك هتترمي في الجنة أو تترمي في النار حسب الله اللي حضرتك بتؤمن به له مقاييس وهو عادل ورحيم ومحب هذا الإله الذي نكرز نحن به يهوى هو إله الكتاب المقدس هو الرحيم هو المحب هو القدوس هو الذي تبنى عملية الخلاص بالكامل وهو الذي يضمنها إن آمنت بقلبك واعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح